بعد تفشي الإسهال في جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة بسبب بكتيريا الشيغيلة وإصابة عدد منهم على حدود قطاع غزة بمرض الليشمانيا الجلدي بسبب ذباب الرمل وتحويل ألفين منهم على الأقل العلاج النفسي مما اقتبروه ورأوه داخل القطاع يدور الحديث حالياً عن إصابة الجنود بالتهابات في الأقدام بسبب قلة النظافة وطول مدة الحرب صحيفة يدعود أحنو ترجع هذه الالتهابات إلى تكون الفطريات في أقدام الجنود نتيجة عدم خلعهم لأحديتهم لمدد طويلة وبدأ ذلك واضحاً بحسب الصحيفة وأيضاً الموقع التابع لها في حالة الجنود العائدين من غزة الذين تم الكشف عليهم من الأطباء واكتشفوا وجود تقرحات في أقدامهم الصحيفة أشارت إلى أن جنود الاحتلال واجهوا في الأسابيع الأخيرة أمراضاً بدأت بتسمم المعدة الناتجة عن التبرعات الغذائية التي تذهب إليهم وتسببت في مشكلة التسمم الغذائي وقد في تواصل عرضنا هذه القصة في وقتها مروراً بالالتهابات إلى البكتيريا المقاومة التي عانى منها الجنود الجرحى الذين نقلوا للعلاج في إسرائيل حديث الصحيفة يؤكده مدير قسم الرئة في مركز شيبة الطبي بمستشفى تال شومر ليران ليفي الذي يعمل متطوعاً لعلاج الجنود حيث قال إن مجموعة كبيرة منهم من هؤلاء الجنود أصيبوا بالالتهابات المؤلمة والفطريات الجلدية الخطرة وأرجع ذلك إلى طول المدة الخدمة وعدم خلع الأعدية طبعاً يضيف إليها عدم تغيير الجوارب كل يوم وعدم الاستحمام لأسابيع وهو ما يتسبب في تراكم الرطوب على أقدامهم وتزيد من ذلك عوامل الرطوب الخارجية وفطريات الأذافر والجلد التي تسبب بحسب هذا الطبيب تسبب آلاماً شديدة الدكتور ليفي يضيف صحيح أن جيش الاحتلال يوفر للجنود كما يقول الجوارب والملابس الداخلية لتغييرها كل يوم مع استخدام الكريمات المضادة للفطريات لكن ذلك ليس بفاعلية تعريض الأقدام للهواء وهو ما لا يحصل كما يقول بسبب تواصل القتال وطول مدته ما ذكره المسؤول الطبي بمستشفى تل شومر تؤكده أيضاً مسؤولة قسم الأمراض المعدية في عيادة الجلب بمستشفى بيلونسون هداس عوفر اسمها هداس عوفر فريدما وتقول رغم أن هذه الالتهابات التي يعود بها الجنود لا تهدد حياتهم فإنها تسبب حمراراً وحكة والتهاباً وبثوراً في بعض الحالات وثأليل القدمين وكثيراً ما تكون مؤلمة جداً وتؤثر على جودة الحياة وهي التهابات لا تزول من تلقاء نفسها بل تحتاج إلى التدخل الطبي في الوقت الذي تشير فيه البيانات الرسمية لجيش الاحتلال إلى وصول عدد جرحا إلى 2300 بحسب موقع وينيت العبري فإن الرقم الذي تتوقع شركة خالجية تعاقدت معها وزارة الدفاع للتحري عن الأمر أكبر بكثير من هذا الرقم الرسمي بحسب الشركة فإن العدد سيصل إلى 12500 مصاب أما طلبات التأهيل بأقسام المعاقين فتتوقع هذه الشركة أنها ستصل إلى 20 ألفاً